السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكاربائية Electrical Engineering ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى آخر الجزء الخامس لقانون الكيرشوف وهي تطبيقات على قانون الكيفيال في التطبيق هذا الأول لقانون الكيفيال مطلوب استخراج أو كتابة قانون الكيفيال في كل المسارات المغلقة لهذه الدارة الكاربائية ألاحظ أن هذه الدارة الكاربائية تحتوي على ثلاث مسارات مغلقة ففي المسار الأول سأطبق قانون الكيفيال ومجموع الجهود يساوي سفر أولا سأختار اتجاه دوران للتيار سأقول أنه هذا هو الاتجاه الموجب اتجاه الدوران الموجب ثم أكتب قيمة الجود الجود لكل مكون داخل هذا المسار المغلق ألاحظ أنه عندي جود الأول هو في اي عندي في اثنان للمكون الثاني والمكون الأخير لهذا المسار المغلق وهو جود الفي بي وضعت للفي بي والفي اثنان موجب لماذا؟ لأنه اتجاه التيارنا إذا مررنا هكذا سيدخل من القطب الموجب للفي تو وكذلك يدخل من القطب الموجب للفي بي فأخذ كلاهما موجب أما الفي اي فألاحظ أنه التيار داخل هنا من القطب السالب لتأخذ الفي اي هنا سالب نفس الشيء نطبقه على المسار الثاني المسار الثاني يحتوي على ثلاث مكونات وهي في بي في سي والفي رقم ثلاثة فتكتب كما هي ثم نبحث عن من الجهد الموجب ومن الجهد السالب ألاحظ أنه الفي سي فقط هي التي تأخذ موجب لأنه عند الدواران هنا ألاحظ أنه اتجاه الطيارة ادخل من القطب الموجب فأخذت الفي سي موجب أما الفي بي والفي ثلاثة فأنا في الاتجاه الدواران هذا ألاحظ هنا دخلنا من السالب أكمل الدواران والفي ثلاثة كذلك سالب وهذا الاتجاه الذي أخذناه للباث رقم ثلاثة اثنان أما للمسار الأخير ثلاثة هو المسار الكبير فهنا ألاحظ أنه عندي في المحيط الخارجي لهذا السيركت وسميته الباث رقم ثلاثة عندي مكون الأول هو في أي عندي الفي ثنين عندي الفي ثلاثة عندي الفي سي فألاحظ أنه الفي سي والفي اثنان أخذ كلاهما موجب لماذا؟ لأنه في اتجاه الدواران الطيار ألاحظ أنه الفي اثنان هنا تدخل من القطب الموجب وكذلك نكمل الدواران وألاحظ أن الفي سي هنا يدخل من الموجب فأخذ كلاهما موجب أما الفي اي والفي ثلاثة فالتيار يدخل من القطب السالب فأخذ سالب المطلوب مني في هذا المثال استخراج قيمة الجهد في وان والفي تو في المقام ثنين اوم وفي المقام ثلاثة اوم عن طريق قانون الكي في أل هنا لاستخراج الفي وان والفي تو استعملنا كل قانون الام وقانون الكي في أل فقانون الام أطبقه على المقاوم الأول وأطبقه على المقاوم الثاني لتكون النتيجة الفي في قانون الأوم نعرف أنها يقيمة المقاومة ضرب الطيار هنا إذن ثنين اوم ضرب الاي وثلاثة اوم ضرب الاي لكن ننتبه بالنسبة للفي وان التيار هنا يدخل من القطب الموجب لكن نكمل الدواران هنا الاتجاه الذي أخذناه للتيار هنا يدخل من القطب السالب فأخذت الفي تو سالب ثم الآن لا أستطيع استخراج الفي وان والفي تو لماذا؟ لأنه عندي هنا مجهول هو قيمة التيار الكاربائي وبالتالي سأطبق قانون الكيفيال لمعرفة قيمة الاي فأطبق قانون الكيفيال داخل هذا المسار المغلق مجموعة الجود يساوي صفر عندي كم من جود؟ عندي ثلاث جود البطارية جود المقاوم الأول جود المقاوم الثاني نكتب قيمة الجود ثم نضع موجب للتيار إذا دخل من القطب الموجب وسالب وسالب عندما يدخر هذا التيار من القطب السالب للجود وبعدها سوف نعوذ في هذه المعادلة الفي وان بقيمتها ويثنين ضرب اي الفي تو نعوذها في هذه المعادلة لنتحصل على قيمة التيار الكهربائي وهي 4 امبير ثم إذا أردنا الاستخراج قيمة المجاهيل وهي الفي وان والفيتو فما علينا إلا تعويض قيمة التيار الكهربائي في الفيتو وفي الفي وان لتكون قيمة الجود في الوي في وان ثمانية فولت وقيمة الجود في المقاوم في تو سالب اثناشر فولت وننتعي بهذا المثال مطلوب مني في هذا المثال استخراج قيمة التيارات الكهربائية وقيمة الجود في هذه الدارة الكهربائية وهنا سأطبق قانون الام قانون الكيفيال و قانون الكيسيال حتى أجمع بين الثلاث القوانين المهمة لهذا الجزء قانون الام مباشرة عندي ثلاث مقاومات المقاوم الأول في وان ثمانية ضارب اي وان بالنسبة لل في تو هي ثلاثة ضارب اي تو لأن الطيار اي تو هو الطيار الداخل لهذا المقاوم من القطب الموجب والفي ثلاثة هي ستة ضارب اي ثلاثة اخذت موجب لأن الطيار يدخل من الموجب فكتبت قيمة الجهد في وان في تو في ثري الآن المشكلة هي استخراج الاي وان اي تو والاي ثري سوف نستعمل اولا قانون الكي سي ال في النود اي مجموع الطيارات الداخلة الى النود هو طيار واحد اي وان يساوي مجموع الطيارات الخارجة من النود وهي اي تو واي ثري يعني انه اي تو سالب اي وان سالب اي تو سالب اي ثري يساوي سفر طبقنا هنا قانون الكي سي ال ثم اطبق قانون الكي في ال في اللوب الاولى في المسار المغلق الاول مجموع الجهد يساوي سفر كم عندي من جهد في هذا اللوب الاول ثلاثة جهد البطارية جهد المقاوم ثمانية اوم وجهد المقاوم ثلاثة اوم فاكتب قانون الكي في ال مع العلم انه البطارية جهده اخذ سالب لانه حسب الاتجاه هنا انه الطيار يدخل من القطب السالب ثم ثم ماذا افعل اعوذ في هذا القانون اعوذ الفي وان والفي تو بقانون ال اوم لاتحصل على هذه المعادلة المقاومة على جهد V2 و V3 مجموعة الجهد يساوي 0 فتحصل أن V3 تساوي V2 ثم أعوض V3 ب 6 ضرب I3 وال V2 ب 3 ضرب I2 لتكون النتيجة أن I3 هي I2 على 2 ثم أعوض في القانون عندي إذن 30 سالب 3 I2 على 8 وهي ليست إلا I1 سالب I2 وقيمة I3 يعني أخذت قانون الكي سي أيل في النوت A وأعوضت كل طيار بقيمته المستخرجة في الخطوات لتكون هذه المعادلة ليس فيها إلا I2 وأجد أن I2 قيمة 2 إمبير إذا وجدت I2 سأول علي استخراج I1 وسأول علي استخراج I3 باستخراج قيمة التيار الكهربائي أستخرج قيمة الجود V1 V2 V3 من أين من القانون الأول عن طريق قانون الأوم ترجمة نانسي قنقر